في حاجة غلط كبيرة في الموضوع كبيرة جدا يا سادة يا الكرام إزاي يوكوا الأول عمليين أستطيعنا كنا بنتكلم أنا وضيوفي الأجلاء الأعزاء ومن بعد اللي يأع على في حاجة غلط بتحصل في أسعار العربيات في مصر إذن فهمتنا هتكلم على إيه فخلوني أرحب أولا بضيوفي الكرام داخل الستوديو سات اللي هو مهندس حسين مصطفى خبير صناعة السيارات بنوارنا فندا إزاي حضرتك الفندا والدكتور محمد شيتها المتخصص في اقتصاديات السيارات بنوارنا أهلا بيك أستاذ يوسف وأهلا بالسادة مشاهدين الكرام بتحضرتك أنا أستأذن هبدأ الأول بسادة اللي هو حسين أنا عايز أبدأ من إنه إحنا بنعمل مدينة لصناعة السيارات في برسعيد إن شاء الله وبإذن الله كل مساعي هذه المدينة بمراحلها المختلفة تكلل بكل النجاح يا رب لكن هبدأ الأول هل معادلة تسعير العربيات في مصر خلال الفترة الأخيرة لدى التجار الأخير معادلة سليمة؟ لا طبعا هي معادلة غير منطقية وزادت الأسعار بشكل قياسي هو مرتبط بالظروف اللي إحنا فيها ولها أسبابها يعني لكن كل ذا طبعا يعتبر خارج المعادلة اللي هي المفروض بس برضو ما ننساش إن زيادة السعر دي مرتبط بحاجات كتير مرتبط بقلة المعروض قلة المعروض معناها زيادة الأسعار قانون العرض والطلب دي نمرة واحد نمرة اتنين زيادة السعر الدولار في أي وقت بيزود الفاتورة الاستيرادية للسيارات طب الفاتورة الاستيرادية للسيارات اللي هي بالدولار تحول للمصري بيتحسب عليها الجمارك والضرائب والرسوم ضربة الجدول ورسم التنمية فكل دا زيادة أخرى ناتجة عن زيادة السعر الدولار بدبص نلاقي إن الاستيراد نتيجة التوقف في استيراد السعرات أو صعوبة استيراد السعرات منذ فبراير اتنين وعشرين القرار اللي صدر فبقى فيه نخص كبير في الاستيراد وصل خلال العشرة الأشهر الأولى لنقص 63% طب هل دا أثر على المستورد السيارات الكاملة فقط ولا لا لا دا أثر برضو على السيارات المجمعة محلية صحيح نفس مشكلة توفير العملة الصعبة وجهة توفير مكونات السيارات المستوردة اللي بتحط عليها المكونات المحلية وبتجمع داخل مصانع السيارات المحلية في مصر فقل الاستيراد بنسبة 64% وقل التجميع المحلي أو عدد السيارات المنتجة محليا خلال هذا العام في العشرة الأشهر الأولى ب53% فده قل طبعا عدد السيارات اللي هي معروضة فالسعر بيزيد يعني لكن فيه مؤشر جيد في الشهرين الأخيرين زادت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 15% سبتمبر وإكتوبر زادت بنسبة 15% بنتيجة أن فيه وكلا نزلوا سيارات جديدة والاعتماد على البيع في المناطق الحرة بالوقت بقى البيع في المناطق الحرة بالعملة الحرة والمشتري هو اللي بيخلص الجماريك والضرائب وحتة تالتة لها الاستيراد الشخصي يعني فيه بعض المستوردين بيستوردوا بالأسماء ومن المناطق الحرة